تجميد لا يعني شيء، تجميد يعني إخلاء مسؤولية الاحتلال ويصير تحت مسؤولية المستشفى خليل بطلب الحرية، خليل مستمر في الإضراب لا يمكن يتنازل عن إضرابه إلا بنيل الحرية هذا آخر ما قالوا في يوم الأحد اليوم تقدم قرار السناف للعليا يوم الأحد أعطونا يوم الأحد من اليوم قدمناه ويوم الأحد أعطونا فننتظر إحنا نقرار يوم الأحد خليل مستمر في الإضراب للأحد أو فيما بعد الأحد كمان لا يمكن خليل يفتش إضرابه بقرار التجميد لأنه إحنا مش معنيين في قرار التجميد هذه محاولة للاتفاف إحنا معنيين بالحرية وخليل معني بالحرية أي لحظة خليل بأخذ الحرية بفتش إضرابه شكرا